اشتركوا في القناة في تونسي في زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذه المباراة اللي بينتظرها في برجة صبر جمهور النادي الأهلي وأكيد جمهور نادي الترجي أيضا لانت خلاص تلعب في النهائي وسط المرحلة الأخيرة فإن شاء الله أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة بكالي النهاردة التفاصيل كلها والعنوين كلها هتكون متعلقة بمباراة الغد بس وكمان يعني هنتكلم بشكل مفصل على استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة وكل الأمور اللي بتدور هناك في برج العرب بعد خلاص وصول الفرقتين مباراة وكله بيستعد لمباراة بكرة إن شاء الله الأهم الأهم النادي الأهلي يكون موفق لأن اللقب بصراحة وحشنة جدا بقالنا خمس سنين ما ندخدش البطولة دي بالتالي يعني سنوات كتير تعطبها بالنسبة لجمهور النادي الأهلي متعود دايما على اللقب ده هقام البطولة دي 8 مرات إن شاء الله يكون اللقب رقم 9 بتاريخ بطولات النادي الأهلي في بطولات دوري أبطال أفريقيا دعوات كل المصريين أكيد لأن النادي الأهلي بمصر المصر في هذه البطولة ودعوات بمهور النادي الأهلي المتحفز وبيسعى بشكل كدير جدا لحضور المباراة دي عدد حيكون كبير إن شاء الله من حوالي 50 إلى 60 ألف متفارج حيكون متواجد في ستاد برج العرب بكرة إن شاء الله في المباراة اللي حتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا أمور كلها مهيئة لفريق الاستعادة بشكل قوي جدا الجهاز الفاني عامل كل ترتباته وحساباته والسيناريو اللي هلعب به هذه المباراة تفاصيل أكتر إن شاء الله هنعرفها من خلال حلقة النهاردة خليني أقول لكم سؤال حلقة النهاردة طبعا مستنين نتفعلكم معنا سؤال الحلقة خاص بيه توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والترجي غدا إن شاء الله تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي من خلال فيسبوك وتويتر وإنستجرام كمان خليني أقول لكم النص التاني من حلقة النهاردة إن شاء الله سيكون معنا النقض الرياضي الكبير أستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالأهرام علشان نتكلم بشكل مفصل أكتر فيما يخص هذه المباراة مباراة الغد إن شاء الله ما بين الأهلي والترجي كل توفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي خلال هذه المباراة نتمنى إن شاء الله بكرة يخرج بالشكل اللي احنا نتمنى كلنا كمصريين وكأهلوية حضور جماهير كبير إن شاء الله مش نقص غير النتيجة كل الأجواء مهيئة إن شاء الله فريق النادي الأهلي إن هو يحقق نتيجة جيدة مش شرط إن احنا نكسب 2 و 3 أو كلام من ده مهم مجموعة المطشين إن احنا نكسب البطولة ده الأهم وده كلام الجهاز الفني مع اللاعبين خلال محاضرات الفنية العديدة خلال الفترة اللي فات التعديد بعد مباراة الوصل في البطولة العربية انتهت 2-2 ابتدت المحاضرات الفنية مباشرة من جهاز الفني للعابين على مدار الثلاثة يام الفاته علشان خلال الفريق يعرف كل احتياجاته وكل مطلوب منه خلال مباراة إن شاء الله بكرة خلينا أقول لكم إن النهاردة حيكون المران الأخير سواء للنادي الأهلي أو للترجئ التونسي النهاردة تدريب النادي الأهلي حيكون في كمام الساعة 7 مساء قبلين نصف ساعة حيكون المؤتمر الصحفي الخاص بمستر فاترس كارتيرون وحسام عشور كابتن فريق النادي الأهلي بعدين مباشرة من المران هي خلاص المران الساعة 8 ونص حيكون مؤتمر صحفي الخاص بفريق الترجئ من خلال مدير الفني وكابتن الفريق بعدين مباشرة حيكون المران الأخير لفريق الترجئ في استداب بورج العرب وحيكون فيه تمام الساعة التاسعة وهو نفس توقيت المباراة بكرة إن شاء الله فيه بصراحة أمور حلوة جدا واحد يشوفها في الشرع وهو جاي يعني أعلام النادي الأهلي كان بقالنا فترة ما ما نشوفش الكلام ده في مصر أكيد بيسعوا إن هم يروحوا إما لفسين تي شيرت النادي الأهلي أو بالعالم إن شاء الله يكون دافع كبير جدا للعيبة كمان فيه صورة مميزة يعني تداول على السوشيال ميديا على المواقع وهي خاصة بجمهور النادي الأهلي اللي متواجد قدام استاد اسكندرية وهو فيه أربع منافذ بالمناسبة هناك في استاد اسكندرية من خلال النهاردة وبكرة بيتم ديع تذاكر المباراة بتحديد لدرجة تانية ودرجة تالتة يعني إن كانت المعلومة مصبوطة للتأكيد فبالتالي منظر كان رائع صور الواحد شافها يمكن كان الناس قاعدة مستنية من الفجر إن الكذاكي تنزل عشان هم عايزين يحضر مباراة النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي بصراحة جمهور عظيم جدا مدرك أهمية تواجده لأنه هو العنص الرقم واحد بالنسبة للنادي الأهلي في هذه المباراة مهم جدا أنه يكون متواجد فكله بيسعى أنه يكون متواجد في هذه المباراة علشان يساند الفريق بشكل قوي جدا من فلال المداردات الخاصة بستاد برج العرب فبالتالي إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة نخش بحلقتنا النهاردة بسرعة ونشوف أهم العنوين الأهلي يحفظ المتعبادات ولمواجهة التراجي التونسي الفريق يرفع شعار حلم المنديال يبدأ من برج العرب إجبال جماهيري مكسف على تذاكر النهائي فيفع من النهائي الأفريقي قطوة واحدة لتحقيق المجلس أبو ريدا يحضر النهائي الأفريقي بعد عودته من اجتماعات الكاف رئيس الاتحاد التونسي مواجهة الأهلي والتراجي صعبة بسبب قوة الفريق مدرب التراجي واصف من الفوز ويخشى من الإيكافات زي ما قلت لكم كله خلاص عن مباراة بكرة يعني 24 ساعة وتبتدي أو تنطلق هذه المباراة الهامة جدا وإن شاء الله تكون الأمور كلها ماشية في اتجاه النادي الأهلي العنوين زي ما احنا شفناها كده يعني كله مهتم بهذه المباراة سواء على الساحة العالمية أو الساحة العربية والأفريقية بالتحديد علشان في الاتين في بارجة نسائية النادي الأهلي المسري والتراجي التونسي اللي بيقابلوا بعض في النهائي الأفريقي ومش أول مرة يتقابلوا دي تاني مرة بعد المرة الأولى اللي كانت في 2012 وإدري النادي الأهلي ما هو يتفوق في مجموع المبارايتين بنتيجة 3-1 من ثلاثة عدل 1-1 في برج العرب والفوس في رابس 2-1 هدفي جده ووليد سليمان في هذا التوقيت وكان هدف برج العرب لنادي الأهلي كان السيد حمدي نجم الأهلي السابق إن شاء الله تتقرر نفس الكصة ويقدر نادي الأهلي يفوس ومموع المبارايتين بهذه البطولة الغالية جدا لأن الأهم إن شاء الله وصول لكأس العالم للأندي نروح نشوف أهم العنوين الخاصة بمباراة الغد في الصحف الأهرام أحمد فتحي وصير القلق الأهلي قبل مواجهة التربية العضل الأمامية تهدد من شركة اللاعب والجوكر سألعب ولو بقدم واحدة الخطيب يحفز اللاعبين استعادة اللقب الأفريكي حلم الملايين وقادرون على تحدي الصعب المساء الخطيب للعاب الأهلي حلم المنديال يبدأ من برج العرب الجمهير تنتظر منكم الفوز جدا قبل موقع ترادس كارتيرون الألقاب لا تعترف بالتاريخ والمنافس ليس سهلا ونسعى لفوز مريح أسلحة ده الأخبار طبعا أسلحة الأهلي جاهزة لاستياد التربية في أم المعاركة الكروية كارتيرون يهيئ اللاعبين للمواجهة الكبرى وحلم المنديال يداعب حيال الجمهير الجمهورية معسكر الأهلي سري للغاية المصر اليوم المهمة يا أبطال أفريقيا للكبار يا رب الشروق كارتيرون يستقر على تشكيل الأهلي في نهاية أفريقيا الشناوي في حراس المرمى محارب جاهز المفاضلة بين حمودي وجابر ومحاولات لزيادة أعداد الجمهير الوافد الأهلي يرصد مكافآت ضخمة قبل موقعات الترجل كارتيرون اللاعبين انسوا نجمة عجلة رادس والإصابة تطارد فتحي وهشام اليوم السابع المكافآت الخاصة مرفوضة في الأهلي قبل نهاية أفريقيا كارتيرون يواجه بطل تونس بتشكيل استيف والخطيب يدعم الأحمر والضيوف يبعدون الإعلان عن مقر الإقامة الأخبار المسائي طورق في الأهلي كارتيرون يستعيد بخطة الاتحاد السكان الداري اللي إسقاط الترجل في إنهاء الأفريقيا الأخبار المسائي المدير الفاني للأهلي لا يشغلني اللعب في أي ملعب روزا اليوسف خلي بالك يا أهلي فعل بالترجل البلايلي أخطر التونسة طيب نعلق سريعا على الأخبار أول خبر معنا هو خاص بالأهرام واللي قالت أن أحمد فتحي بيصير القلق في بعسكر النادي على الأهلي خليني أقول لكم بكسة بسرعة كده أحمد فتحي عنده شد في العضل الأمامية الشد خفيف شوية الحد مبارح قبل المباراة على طول أو قبل المراني قبل الأخير للنادي الأهلي مبارح بالضبط كان الشكوك كبيرة جدا أن أحمد فتحي مش هي الحق المباراة وكان النسبة تفوق 70% من أحمد فتحي مش هي الحق المباراة المراني ابتدى مبارح أحمد فتحي كان ليه اختبار طبي شارك في المراني بشكل قوي جدا بالتالي أحمد فتحي خلاص يا جماعة أصبح مهيئ للمشاركة في مبارات الغد إن شاء الله هو أحد العناصر المهمة والأساسية في تشكيل النادي الأهلي وعنصر خبرة كبيرة جدا أحمد فتحي وأكيد محتاجينه في مباراة مهمة زي دي طبعا هو وكل زملائه فخلاص أنا بطمئ كل جمهوري النادي الأهلي الأخبار اللي وصلنا من مقر إقامة الفريق في برج العرب أحمد فتحي جاهل بنسبة 100% لخد مباراة الغد إن شاء الله نتمنى له كل السوفيق هو وزميله في الملعب خلينا أقول لكم أيضا من ضمن الأخبار وإجارية المساء قالت أن الخطيب طبعا نتكلم مع لعابة النادي الأهلي خلينا أقول لكم بعض الكواليس الخاصة بالكابت المحمود الخطيب الفريق مبارا حتجمع فيه استاد مختار التكش في الجزيرة وسافروا على مقر إقامتهم في برج العرب أول ما وصلوا فجأوا أن الكابتن محمود الخطيب في انتظارهم كان الكابتن محمود الخطيب متواجد سبق البعث أو سبق فريق النادي الأهلي لمقر الإقامة في برج العرب وكان مستنيهم في الريسيبشن الخاص بالأوتيل علشان يحفزهم وأول ما جم فجأوا شافوا الكابتن محمود الخطيب وكمان كان فيه اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب كابت المحمود الخطيف كان له كلمات محددة وهي أن أنتو خلاص أنتو موجودين في المرحلة النهائية من البطولة بمهور النادي الأهلي متشوق للقب بشكل جميل جدا ومستني منكو إلا بطولة عشان الأهم بنسبة لجمهور النادي الأهلي بطولة كأس العلم الأندية أكيد كان فيه كلام عن بعض المكافئات أو كلام بها النادي الأهلي أو العاب الندي الأهلي مش حتة مكافئات الموضوع مش مختبط بكده الموضوع مختبط بالفنالة الحامرة واني لدي الأهل ان شاء الله يقدر يفوز في المبرات دي عشان يسعد كله بمهوره من خلال مبرات الغد مش مبرات الغد بس لا كمان مبرات العودة اللي حتكون يوم تسعة ان شاء الله في استاد رادس كمان من ضمن الأخبار جريفة الشروق قالت ان كارتروني يستطر على التشكيل بصراحة لو كارتروني يستطر على التشكيل عمر محده حيعرف ممكن يكون في تشكيل متوقع الناس كلها بتفكر في الكلام من ده لكن ده اعتقد صعب جدا ممكن هما يكونوا بيكتهد شوية في جارية الشروق زمان ليلنا اكيد ويقولوا ان كارتروني يستطر على التشكيل بشكل قريب جدا فعلينا اقول لكم ان التشكيل ممكن يكون فيه بعض المفاجئات من نصف البتش كارتروني محدش يقدر يتوقع التشكيل دلوقتي التشكيل هيتعرف قبل المباراة بستين دي قبل الزبط وده طبعا المعادة محدد لخروج التشكيل الخاص بفرقتين اللي عبين كلهم جاهزين اسلام محارب جاهز ويشارك في التدريبات حمودي وميدو جاب كل اللي عاديين بصراحة متواضين عاقين احنا عندنا اصابات يمكن متمثلة فيه علي معلول وجون الاجهاء اصاباتهم طويلة غياب هشام محمد خلاص ده اصبح مؤكد لان هشام محمد عنده شد في العضلة الخلفية فبالتالي بيتم تجهيزه عشان يكون متاح لمباراة العودة ان شاء الله هشام مش قوي او بالنسبة لهشام لكن حيكون ان شاء الله جاهز لمباراة العودة ان شاء الله بالنسبة للنادي الاهلي والترجي يوم 9 من الشهر الجاري كمان من ضمن الاخبار المهمة اخبار المساي قال ان الكافتيرون يستعين بخطة الانتحاد السكندري ده بصراحة بالنسبة لي انا خبر مضحك جدا يعني النادي الاهلي مش محتاج ان هو يستعين بخطة اي ناجة اذا كان مع التحاد السكندري بس النادي الاهلي النادي الاهلي فان اسمه النادي الاهلي مش هيفكر ان هو يشوف الطريقة اللي لعب ديها فريق التحاد السكندري ما احترامنا كامل ليه وتشجعنا ليه كمان في التحادس كندري من الفرق المحبوبة جداً لكل جمهور النادي الأهلي لكن خبر غير منطقي خالص أن النادي الأهلي أو الجهاز الفاني يستعين بطفل التحادس كندري اللي وجهت ساعتها في الترجي وبصراحة كان موفق وبارتنالو أنه هو صعب في بطولة عربية من خلال الفوض على الترجي التونسي في مجموع المباراةين مستر باتش اسكترون، شهر محمد يوسف، جهاز المعاون بالكامل اللي عادين عافين واجباتهم بشكل كبير جداً في هذه المباراة مش نحتاجين خالص أن هما يستعينوا بأي تشكيل لأي فريق النادي الأهلي نادي كبير وجهاز الفاني جهاز قوي جداً وفي عنصرين في الجهاز الفاني كان بطولة بطولة عربية ساعتها في الباتش كاترون مع تي بي مازمبي وكابتل محمد يوسف مع النادي الأهلي كان بتأخذ بطولة النادي الأهلي في 2014 إن شاء الله ستتكرر القصة ويقبل نادي الأهلي فوز بطولة العام هذا بعد ما أخفقنا الموسم الماضي والأسباب كلنا عارفينها طبعاً لكن إن شاء الله نادي الأهلي يكون موفق شك كبير بإذن الله نروح نشوف أهم أخبار المباراة على المواقع الواطن سبورت خطة أمنية ومرورية شاملة لمباراة الأهلي والترجي في نهاية أفريقيا اليوم السابع لحام جماهيري للحصول على كذاكر الأهلي والترجي أمام سكاة إسكندرية سوبر كورا الأهلي يخصص مدرق كامل لجمهير الترجي الفونسي بورج العرب بوابة الشروق وليد سليمان سنبذل أقصى جهدنا لنقضي الكأس أفريقيا هدية لجمهيرنا المحبوب موقع الرسمي شام محمد يجيب عن واجهة الترجي وتجهيزه لمباراة العودة الموقع الرسمي طبيب الأهلي فتح تعافى وجاهز لمواجهة الترجي الوافد الأهلي يرصد مكافآت ضخمة قبل موقع الترجي في نهاية أفريقيا وان سري الأهلي يؤدي مرانو الأخير على استاد بورج العرب استعدادا للترجي بوابة الأهرام يوسف وعدلي يحضران الاجتماع التحضيري لمواقعة الأهلي والترجي بوابة الأخبار محاضرة بالفيديو للعائل الأهلي في اجتام الاستعدادات للنهائي الأفريقي سوبر كورا أبو ريضا يحضر النهائي الأفريقي بعد عودته من اجتماعات الكاف فيتو فيفا عن نقاء الأهلي والترجي خطوة واحدة لتحقيق المدين الموقع رسمي النادي الأهلي 22 مباراة الأهلي في نهاية دور الأبطال في الجول كتالوج تطبيق تقنية الفيديو في نهاية إفريسيا مباراة تجربية وشاشة خاصة في الملعب بوابة الشروق مدربة ترجي مواجهة الأهلي مثل أي مباراة أخرى أشكر البوابة نيوز مدربة ترجي في حيرة قبل لقاء الأهلي كورا مدافعة ترجي جاهزون الفوز على الأهلي بعقر داره سادة البلد تعاليك رئيس الاتحاد التونسي بشأن موقعات الأهلي والترجي الأفريكية غدا يلا كورا لعب الترجي هدفنا الاحتفال في رادس وسيناريو 2012 لن يتقرر يا رب يتقرر موقع دريدة الصحافة اليوم التونسية هواجس وضمانات الترجيين في برج العرب وفرة الحلول الهنمية ونجاعة الجويني وصحوة البدري وحريفية السالوس المرعب الوسط مصدر اتمئنان فوز 24 مواجهات شهر نوفمبر بين الأهلي والترجي طيب كلام أكيد تفيد جدا سواء من الجانب المصري أو الجانب الخنسي الجانب الأهلاي والجانب الترجي والترجي قبل هديئة المبراءة المهمة ده طيب البداية خطة أمنية ده طبعا من الوطن السبورت خطة أمنية خاصة بالمبراء زدن مررية تمام خطة مررية وده شيء طبيعي جدا لان بكرة ان شاء الله هيحضر حوالي 50 أو 60 ألف متفارد اعطاكي بنوم ان شاء الله هيكون 60 بالضبط لان عدد كبير جدا الجمهور الأهلي عايز يروح فبالتالي هيبقى في خطة مررية شاملة علشان يكون الأمور ماشية بسهولة ويصر سواء في بخول الجماهير أو من شاء الله بعد اللقاء يكون الجمهور نادي الأهلي كارك فرحان ويبقى الفروق كمان بسهولة ويصر فبالتالي ده شيء مهم جدا من خلال طبعا جريدة الوطن السبورت ويهتمت بالكصة دي وده أكيد شيء هام للغاية ان شاء الله عشان أمور كلها تسير بالشكل الطبيعي واللي متعودين عليه ان شاء الله بدون أي مشاكل اليوم السابع قالت زحم جماهير الحصول على التذاكر الأهلي والترجع أمام تحدث أمام أستاذ السكندرية وده اللي أنا نوهت عليه في البداية وقلت لكم صور رائعة يعني رغم بصراحة يعني الناس متواجدين من بدري جدا علشان عايزين ياخدوا التذاكر وكده لكن ده يدل على حبهم الشديد لكن العدد أكيد احنا عارفين هو ستين ألف بس متفرج اللي يكونوا متواجدين ان شاء الله اللي موجودين في الملعب يشدوا من حماس جمهور النادي الأهلي عشان يقدروا ان شاء الله بإذن الله يفوزوا على الترجع بكرة في المبرأة الأولى قبل مبرأة العودة ان شاء الله بإذن الله سوبر كورا قالت ان الاهلي يخصص مدرج كامل لجمهير الترجع التونسي ببرج العرب وده شيء قبيعي جدا مدرج كامل ده بحوالي بيحتوي على 3000 متفرج أو مشجع فبالتالي ما أعتقدش العدد ده حيكون متواجدين بالنسبة لجمهور الترجع بكرة طبعا في جمهور من الترجع وصلت مصر ولسا حتوصل كمان صباح غدا وحيكونوا متواجدين في المدرج لكن النادي الأهلي بيعمل كده طبعا عشان المعاملة تكون بالمثل ان شاء الله في تونس دهنا متعودين عليه من أشققنا العزاز بصراحة في تونس والناس بيستقبلوا النادي الأهلي دائما بأحسن استقبال فان شاء الله المعاملة تكون بالمثل الدخول بالنسبة للمجهور الترجل السنسيikuts ستكون بالبسفور مستحب أو سيكون معاه متسكرة خاصة بالمبارات كم متسكرة مجانية بالنسبة للمجهور الترجل وإن شاء الله المعاملة ستكون بالمثل بالنسبة للمجهور الأهل في المبارات العودة في رادسه سيكون الدخول اصلاً بالبسفور ايضاً سيكون انخلالت فاتصور مجانية علشان فالي اجراءات طبيعية جداً داخل تردgetsekرة هذه المعاملة بوابط الشروق قالت انه وليد سليمان قال أنه سيفزل أكثر مجهود له وزميله في الملعب إن شاء الله عشان يساعده جمهوري نادي الأهلي من خلال الفوز في مباراة الغد بداية وقبل مباراة العودة إن شاء الله وليد سليمان من أحد اللاعبين المهمين جداً في نادي الأهلي مؤخراً في الفترة الأخيرة بصراحة الرجل بيأدي أفضل فترة له في تاريخه مع نادي الأهلي وليد سليمان ضم نادي الأهلي على ما أتذكر كده في 2011 كانت صفقة مميزة جداً من نادي الأهلي بعد مدولات كتيرة جداً مع فريق أمبي القادم من وليد سليمان وكلنا عايفينه كواليس ساعتها الرجل دخل المستشفى والرجل كان يتحالفه صعبة جداً عشان كان حلمه أنه هو يكون متواجد في نادي الأهلي حلمك تحقق يا وليد وأنت بصراحة أحد اللاعبين المهمين ومميزين جداً في مصر ومن أحسن لعبه في مصر إن لم تكن الأحسن على إطلاق في الموسم ده حتى الآن الرجل بدأ الموسم بشكل جيد جداً من ضمن التصفحات كمان وليد سليمان قال إن أنا لما كنت في أمبي كنت بتفرج على النادي الأهلي وهو بيوصل نهاية أفريقيا وكنت بقى على عصابي قبل ماتش عشان بقى نفس النادي الأهلي يفوز باللقب إن شاء الله يا وليد بكرة كمان من غير ما تكون على عصابك ولا حاجة تجيب لنا البطولة أنت وزمائلك كلهم إن شاء الله نستمين منهم اللقب ده بفارغ ألا صبر الموقع الرسمي قال إن شاء محمد حيغيب عن وجه الترجي ده قلنا خلاص كمان الموقع الرسمي النادي الأهلي قال إن فتحي خلاص تعافى بشكل كبير وبشكل نهائي ليخد هذا اللقاء وده كمان اتكلمنا فيه أخبار كتيرة جداً لكن فيه شيء مهم جداً في الجول بصراحة المهتمين جداً بموضوع تكنية الفيديو وقالوا إن كتالوج تطبيق تكنية الفيديو في نهاية أفريقيا ومبارات تجربية وشاشة خاصة في الملعب زي ما قلت لكم موضوع الفار ده يمكن الناس كلها مهتمية به أول مرة يطبق سواء في مصر أو في تونس في مبارات العودة شيء مهم أول إن هو يكون متواجد لأن إحنا عارفين الأخطاء الخاصة بالحكام الأفارقة خلال الفترات اللي فاتت بالتحديد صعبة جداً فيه كمان أخطاء كانت موجودة في المبارات الأخيرة أو المبارات الأخيرة بتحديد النسبة للفريق الترجي مع فريق أول أغسطس أو الأنجولي في قبل النهائي والتحديد في ملعب رادس هدف صحيح جداً ليه أو الأغسطس ما تحسبش فبالتالي مهم جداً تقنية الفار عشان تقلل من عدد الأخطاء اللي ممكن تكون موجودة عشان يبقى فيه عدل بشكل كبير سواء فرقة النادي الأهلي أو فرقة الترجي خلينا نقول لكم التفاصيل الخاصة بالقصة دي النهاردة الصبح أو النهاردة بتحديد فيه تمام الساعة 2 ظهران كان فيه تجربة كده من خلال بعض المتطوعين إن هم يعني لعبوا كده في الملعب شوية وكان تجربة خاصة بالتقنية بتاعة الفار الموجودة فكان فيه فريقين من المتطوعين وكان متواجد في الفترة دي أو في اللقاء ده مسؤوله الاتحاد الأفريكي وأيضاً تاكم الحكام اللي خلينا نقول لكم تاكم الحكام يعني خلاص النسبة كبيرة جداً هو كابتن بهدي عبيد الحاكم الجزائري اللي حيدير المبرأة الأولى طبعاً إن شاء الله في مطلقه دي شطات مهمة جداً يا جماعة دي حصرية لنا النهاردة لفريق النادي الأهلي في برج العرب مجهود كبير جداً من زمال المتواجدين هناك وأكيد جايب لنا لقطات مهمة جداً ده طبعاً الاتحاد الأفريكي أعتقد ده الاجتماع اللي كان خاص بالفار على فكرة النهاردة كان فيه اجتماع خاص بالفار بالنسبة للفرقتين دي لقطات بدخول لعب النادي الأهلي اللي كانت خاصة بالأخبار أو كل التعليمات والتعليقات اللي لازم توجه للفريق ولللاعبين المجازة الفانية الخاصة بتكنية الفار والنهاردة حضر مستر باترس كارترون مكتب محمد يوسف المدرب العام والقامد عمال المدير القرى واثنين من لعبي الفريق الأول في محاضرة تطبيق تكنية الفار مع مسؤولي لجنة الحكام بالتحاد الأفريكي لقرد القدم وكمان مسؤولي الكاف كانوا متواجدين بنفس المحاضرة اليوم مع الجهاز الفاني والعبي النادي الترجي وده المحاضرة دي طبعاً لتعريف زي ما احنا شايفين كده في الشاشة لتعريف اللعبين والأجهزة الفانية بتقواعد تطبيق الفار في مباراة الغد وازاي ما احنا عارفين النهاية الأفريكية حيشهد تكنية الفار لأول مرة مش أول مرة في أفريكيا السوبر أفريكي الصابت كان فيه تكنية الفار لكن أول مرة في نهاية دور الأفطال أفريكي يكون في تكنية الفار وشايفين هو لعبة النادي الأهلي قاعدين ومركزين وان شاء الله التركيز دي يكون مهم جداً في مرة بكرة وأكيد ده شيء مهم جداً هم يعرفوا كل الأمور الخاصة بتكنية الفار خليني أقول لكم أو أكمل لكم الخبر الخاص بفير الجول وهو خاص بالمباراة التي عملت كده من فرقيتين من المتطوعين وكانت بحضور طبعاً المسؤولين في الاتحاد الأفريكي وتقم التحكيم الخاص بالفيديو وده من خلال النكافة قرر استعانة بشركة ميديا لوزو البرتغالية واللي تم الاعتماد عليها في التصوير وتوفير معادلات النقل التلفزيوني بطولة الأمور الأفريكية في مصر وستيكل في 2006 والشركة دي حتتتكفل بوجود كل المعدات المتوفرة أو اللي حتتتوفر لهذه المباراة والحاجات المناسبة بشكل كبير جداً التلفزيوني مصري حينكل طبعاً أو طاقم عمل التلفزيوني مصري سيكون بجراء معينة شاملة للملعب وبواقع التصوير في الملعب قبل 24 ساعة يعني أمور كلها كده إيه احنا بنحاول نعيشكوا الأجواء قبل المباراة على طول دي كانت من ضمن الأخبار المهمة فيه بقى أخبار خاصة جداً بفريق الترجي التونسي ومدرب الترجي الشعباني قال إن مواجهة الأهل مثل أي مباراة صعب أو يا كابتل إن مواجهة الأهل تكون زي أي مباراة ممكن تكون أنت بتحاول تشيل الضغوط النفسية أكيد على فريق الترجي أكيد في ضغوط نفسية سواء على الأهل أو الترجي ممكن تصريحات المديرين فانين دائماً فيه محاولة لإزالة الضغوط النفسية على اللاعبين قبل هذه المباراة وممكن يكون بيقول لهم المباراة دي زي أي مباراة لك أنا ما أعتقدش طبعاً كلام بيكون كده خالص أنت بتلعب في نهاية دور الأبطال أفريقيا البطولة الأهم في أفريقيا بالنسبة للفرق والبطولة اللي بتؤهل الكأس العالم الأندية في التالي أعتقد تصريح غير منطقي خالص وكمان فيه تصريحات كتيرة من لعبي الترجي وممكن بعضهم قال إن سيناريو 2012 مش هيتكرر إحنا عارفين سيناريو 2012 من الأهل فاز على الترجي فبالتالي هم يعني بيحاولوا برضو أن هم يحفزوا نفسهم وأكيد عندهم دفع مهم جداً يا جماعة وهو خاص بأن النادي الأهلي كعبوا على شوية على الترجي ومن الناس كلها عارفة القصة دي لكن دايماً النادي الأهلي مش بيركز على موضوع ده ولعبي النادي الأهلي مش بيركزين في موضوع ده كمان جمهوري النادي الأهلي وعي لهذه الجزئية بشكل كبير جدا بالتالي لعبي النادي الترجي يعني بيقولوا إن السيناريو ده مش هيتكرر لكن يا رب إن شاء الله يتكرر فيه كمان خبر من فوت 24 هي أحد المواقع التونسية واللي قالت إن مواجهات شهر نوفمبر بين الأهلي والترجي يعني أجابوا إحصائية كده لمواجهات النادي الأهلي لعب الترجي أربع مرات في شهر نوفمبر اللي هو شهر الحالي اللي حيبة فيه مباريتين كمان التفاوق كان نسبة لنادي الأهلي النادي الأهلي فاز في المباراة وتعادى في ثلاث مباريات يعني فريق الترجي مفاسع النادي الأهلي خالص في الشهر ده فبالتالي إن شاء الله نتمنى إن كل دي تكون أمور تفاقلية بالنسبة لنادي الأهلي وتحط ضغوط نفسية إن شاء الله على نادي الترجي وإن شاء الله الأمور كلها تبقى ماشية بالشكل الجيد والمطلوب عايزين فاصل يا جماعة طيب بعد الفاصل هنروح مباشرة علشان نستقبل دفن العزيز والنقد الرياضي الكبير أستاذ محمود صبري طبعا رئيس القسم الرياضي بالأهرام استنونا بعد الفاصل استمرين معكم مشاهدين ومتابعين قناة الأهلي في كل مكان بينضميلي في هذه اللحظات معنا في السوديو أستاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الأهرام ورئيس القسم الرياضي والأهرام أستاذ محمود منورنا ومشرفين منورنا ومشرفين منورنا ومشرفين منورك كله تمام طبعا صوت يعلو فوق صوت مغرات الأهلي والترجي مغرأة جدا مهمة جدا وكثوصا أنها خلاص في نهاية البطولة ومرحلة الأخيرة الفلتين بيستعدوا في شكل كبير جدا كيف تنظر لهذا اللقاء نقاء مهم جدا وصعب جدا وكل المجتمعات اللي بتدور حليه هو لا صوت يعلو فوق صوت الأهلي في هذه المباراة مباراة يعني لقب غالي نفره 13 يعني تعد خمس سنوات متتالية رغم أن الأهلي وصل النهائي دي المرة التانية على التوالي فيه وبرضو كان الأداء في السنوات السابقة يعني وردو لم يوفق حصل نوع من عدم التطبيق نزل لأن الفريق مر بموحدة تكمين وتجديد وده أمر طبيعي جدا عند ثقة غريبة جدا إن شاء الله المرة دي بعيدا عن الكلام بتقال أصدو كعبين عالي على الترجي أصدو عندنا الكلام ده لو لاحظنا الأهلي عنده حاجة غريبة جدا نهائيات بعد نهائيات بعد الترجي بتعدل في القاهرة ويكسب لما أتكلم بقى بلغة العقاب المرة دي النبرة مختلفة اللي صدرة من معسكر الترجي نوم الشنابل بتكرار 2012 أيضا ندي هالي بمر بمرحلة صعبة جدا فريق طبعا جملة إصابات غريبة جدا متعرض لها الفريق سوء يعني في سوء توفي في مرحلة برضو أنا شايف برضو إحنا في إطار مرحلة البناء البناء ده لسه واخد وقت لسه محتاج شغل كتير على الفرقة محتاج تدعيم محتاج عناصر محتاج كلام كتير يتقالي يعني مدير فني جديد لسه حتى الآن يعني عزو لك يو بيلعب نفس السلوب السلوب بتاع الأهلي يعني لسه ما لاحظناش يعني النقلة النوعية إنه بصمته تظهر ممكن تظهر في لقطة تظهر في لقطة تظهر في لقطة تظهر في لقطة تظهر ده أعتقد رائق جعلنا ما فيش وقت بالنسبة له أنه هو أما أنا بقول لك دي الوقت مع تلك تيام ورادة برضو عامل نوع من الضغس هالي أنت بتلعب في أربع يعني جبهات زي ما بقوله دوي عندك بطولة عربية عندك بطولة أفريقية وعندك كاسماس ده 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 شيء يعني شيء فوق يعني خاصة إحنا لعبتنا مش عندهم القدرات دي ومش بتعودين وما تربوش منذ الصغر على مسألة اللعب تحت الضغط وتلاحم المواسف لكن يمكن فرقة النادي الأهلي وإن كان بحضرتك طبعا دي لقطات للفريق في مقر إقامتوا في برج العرب بفضل فرقة النادي الأهلي بيبع عندها ميزة إنها دايما فريق تلقا دايما فرقة في المواعد الكبرى تمام يعني بيظهر المعدن الأصيل لفريق بحجم الأهلي وجود عاصهم يبرز النجم المتقلق نتمنى للتوفيق إن شاء الله في المبارات إن شاء الله الجمعة وللسه المال وده أكيد يعني الملاحظ تركيز من جانب فريق ترجع على أهمية لعب خاصة إنه كان الورقة الرابحة في حسم نهاية 2012 بالضبط طبعا بفظل وجود النجوم الكبار بركاتو بطريكا وماتعب وكل ناس كتير المباراة صعبة حسم اللقب من وجهة نظري يبدأ من برج العرب لا يبدأ من رادس هذه المرة الوضعية مختلفة الآن يطبق له المرة نسام الفار محتاجة لعب عندها خبرات في التعامل مع المواقف دي وزي التعامل معها والجهاز الفني جمهور شايفوا أن الجمهور رقم واحد سيكون في البارات إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تشجيع لازل هذا على مدار هدير وصوت جمهور الأهلي لا يهدى على مدار رغم المعاناة اللي بعانوها واللاطات اللي احنا شفناها اللي بتستحق إن احنا نقف قدامها ونقول أدي الجمهور دا عظيم أدي الجمهور دا بيحب نديه وبدفع نديه وفعلا نستحق نكون هو البطل رقم واحد بالضبط اللعبة لازم يبص على صورة دي وبصوا فيها كويس جدا شوف أنتوا قاعدين فين وهم قاعدين بيتين في الشارع في الشارع منتظرين تذكرة عشان يروح يشجعك في هلت تقدر اللقطة دي بالضبط إن احنا محتاجين منك في تسعين دي إن شاء الله توفيق ربنا يكون يعني حارسنا يا رب يا رب نبدي الجهد ونبدي الهدف الأسمى الوصول للنجمة التسعة دا شيء مهم دا مش للنادي الأهلي بس عوزاون دا للكرة المصرية بصفة عامة احنا غايبين عن أفريقيا النهاردة بعد تواري المنتخب المصري في ثلاث دورات ثم العودة بقوة في 2017 في الجبون ثم تراجع مستوى الأندية وتراجع الأهلي ثم عاد الأهلي اللي يظهر في نهاية 2017 ولكنه خسر بظروف بعدما فراتنا في بردو في بردو في بردو العرب في تحقيق النتيجة كان نتيجة ما حدث ظروف لا داعي لذكرها حدثت في المباراة فليتعرض تحت ضغط منافس عارف يستفيد من وجوده في ملعبه بمهور وشارس عنده طاقب تحكيم بكارجس صراحة كان حاجة صعبة جدا عارب بنا يبرك فيه دايما بقاله لقطات مهمة جدا مش عزوين مع الأهلي بس مع عائل مع الفرق خاصتنا لأصحاب الأرض لكن عايزة أقول ده ما كانش مبرر وأنا ما بحبش أعلق كمتابع شماعة أي نتيجة على حكم أنت عليك أن تجبر حكم على اتخاذ القرار اللي فصالحك فعايزة يعني أقول للعيبة وجود رئيس نادي كابتون محمد الخطيب مع المعسكر ودي جديد على فكرة رئيس نادي يقيم مع استقبال الفريق ويقيم في نفس الفندق ومع الفريق ويستقبله ويبقى معه متواجد ويتكلم معه في صفل المستمرة ده برضو حافز حافز بإحساس المسئولية أنه في رئيس الأهلي مش عاوز أقول المسألة بمنحض لا في رئيس الأهلي 11 راجع في الملعب قادرين هم طالما لعبت في الندل فانتقاد فأنت في الفريق البطل فريق اللي عاوز لا يعرف سوى الفوز فاعتمنى إن شاء الله بكرة نوفق يعني كارتيروم في اختيار التشكيل المناسب أيضا التوفيق إن شاء الله للعيبة كلهم إن شاء الله بكرة لأن فوز الأهلي ده فوز مش عاوز أقول لا ده فوز الكرة المصرية وعاوز خطوة مهمة جدا إن نحن نبقى متواجدين في كاس العالم لأن ده إن شاء الله إن شاء الله طيب العناصر اللي ممكن ترجح كافة النادي الأهلي بكرة بخلاف وليد سليمان ده إحنا متفقين عليه والناس كلها متفق على وليد سليمان من العناصر الثاني الحدثيك شايفها من وجهة نظرك ممكن تكون يعني لها قوة في الملعب وليها أثر إيجابي بالنسبة لنادي الأهلي في مراتباتك أنت تبدأ من حرص المرب والعمل الأساسي هناك معركة في نصف الملعب هم عندهم نصف ملعب قوي فرانكم كلوبالي ها عندك فرانكم وكلوبالي وكلبالي يقابلهم حسام عشوف والسلي هاي بقى ضرب وصعدوا لك أنت عن الجانب خبرة واحد خبرة وثلاثة شباب بالضبط حسام عشور خبرة مع قوة مع دول هما دول هما دول هايبقوا مهمين جدا مين ينتزع السيطرة على المنطقة دي مين اللي هيقفل ومين اللي هيقطع ومين اللي هيشكل ضغط عليك خاصة أن اللعب كله هيكون على استفادة من أخطاء الغير بالضبط يعني الباص المقطوع هيبقى له دورك بكرة في تحول ونقل الهجمات السريعة عليك أو عليهم بالضبط فأنت هنا عليك تستفيد كمان يعني أتمنى أنه وارد أزارو يكون حالي في التوفيق يا رب إن شاء الله يكون موفق بكنا أنه وارد أزارو ومهولة يخلصنا المرش إن شاء الله يعني أولا يعرف طريق المرمى كويس جدا مهاجم مميز خلاص اكتسب خبات ندك بالصورة المطلوبة بحتاج بس توفيق بحتاج مزيد من التركيز لأهمية المرارة وأنه هتحطه في خطوة مهمة جدا بعد كده أنت عاوز تحترف عاوز تحترف عاوز تكمل معنات لأهلي لكن كونك تقود فريقك ليفوز ببطولة زي ديها تدي وترفع عصمك وقيم قابل المد وحاجات كثيرة كل حاجة أنت هنا بتعتمد على على الشغل اللي جاي من تحركات ولد سليمان ومن عندك حسام عشور والسولية وقود بقى أنت عندك بقى وضي تحركات أزارو كمان الخط الخلفي خل بالبقى لك من هنا التصريحات اللي طلع نقطة ضعف اللي أهلي خط الخلفي مش هي نفس نقطة الضعف الموجودة في الترجي ده بالتأكيد ده بالعكس الترجي يعني هو طبعا هيحاول بشتى الطرق أنه هو يحرز هذا فينا في القاهرة أو يخرج بنتيجة تخفف عنه الضغط في رادس فيبقى الشغل كله شغل أولا نفسي على بالك امتصاص حماسك الجمهور في البداية وامتصاص حماسك لانت نازل مدفع به فانت محتاج مش بقدر انك انت تجيب هدف مبكر عشان كذا لا محتاج تركز عشان تجيب هدف وتعرف تجيب التاني المرحلة المباراة مش مرحلة واحدة مش هيكيب هدف ممكن يخرج بيه لغم انه يعني المباراة الزي دي الصعبة تبقى نهاياتها صعبة يعني هدف ممكن نقول لك واحد سيف لو رحت بيه تونس ببقى فيه قاولان لكن ما تضمنش انت الظروف هناك وتضمنش التحكيم ما يبقى معك ايه ما حاجات كتيرها مش عاوزين ايه ادخل فيها برضو لكن عاوز اقولك ايه قتل المباراة من برج العرب وقتل المباراة من برج العرب عليك ان تقلل من اخطائك وتستغيل فرصك وهاجماتك هو ده الاساس ده بيحتاج مزيد من الجود والتركيز والعمل داخل الارضية الملعب تحركات اللاعبين ثانين التوفي يكون حنيفك في المباراة يا رب النقطة بس اللي عايز اتكلم احضرتك فيها خاصة بدفاع النادي الاهلي ممكن الناس دلوقتي شايفة ان الدفاع هو نقطة ضعف لنادي الاهلي بس الناس ما بتفكرش او ما بتبصش ان الفترة في دفاع النادي الاهلي كان غاية مثلا ساعد سامير اللي كان بقاله فترة كبيرة جدا بلعب مع سالف كلبالي فكان فيه تفاهمة بينهم بدليل لان اول تسع مطشاط بالنسبة للفريق في المسم ده مدخلش في مرمى النادي الاهلي غير هدف واحد وكان اول مباراة بالنسبة الاهلي امام الاسماعيلي هل عودة ساعد سامير للمشاركة ممكن تقلم الاخطاء الدفاعية خصوصا لما كان ايمن اشرف طبعا قدراته عالية جدا في الدفاع بس ممكن مكانش فيه تفاهمة بينه وبين ساليف كلبالي وده اللي ادى الاهداف كتير في مرمى النادي الاهلي عودة ساعد سامير اكيد هتكون مؤسرة وتقلم الاخطاء اه طبعا دي نقطة انا بس اعود ساعد سامير يعني في مباراة وفاق سطيف يعني انا عتبت عليه بصراحة في الهدف التاني في الهدف التاني الهدف تاني الهدف كانت مطش وفاق سطيف الهدف كانت ملكه هو فكر للاحظات يأخذ قرار يعني انت محتاج ساعد لعيب مهم جدا ومن المدافعين المميزين محتاج يعني انك انت حالة من السبات حالة من التركيز المدافع اصده في لحظة الخطأ ايه لحظة من عدم التركيز ولحظة في البطة في اتخاذ القرار المهاجم يكون اصرع منك لان المهاجم دايما المدافع هو المدافع هو اللي عايز الكور انت بتخلصها وجود ساعد جام بكل بال وان شاء الله يكون احمد فاتح بإذن الله ان شاء الله وأعتقد في الباكليفت يبقى أيمن أشرف يبقى عليه جهد كبير جدا برضو في المنطقة دي لا يعني مش عايز اقوله لا يعني ان شاء الله دفاع العيل هيكون مركز جدا في المباراة وساعد وكل بالي هيلعبوا دور في المباراة ان شاء الله يعني برضو أعتقد انه كرتلون مسألة تحضير فرقته للمباراة والأكد على كده ان احنا كنا ممكن في المباراة الدور قبل انها أمام فاقص تيف في القاهرة على الأقل بدون مجاملة 6 صفر نتيج 6 صفر بعدد الفرص الحقيقية الضائعة في آخر 10 دقيق فيه 3 هدف وهدف ملغي بالضبط أنا بقولك هناك هناك في فاقص تيف لاحظ فرص أحمد حمودي صح الأولى ماشي الأولى ولاحظ قبلها فيه فرصة تانية أكيد فيه هجم تاني خلاص وجي الهدف وضيعنا واحدة برضو يعني أنت عاوزه لك مسألة إهدار الفرص آه ده شيء إيجابي كده أنت عندك قدرة على صناعة الفرصة لكن محتاج شغل على كيف كيفية الاستفادة لأن المباراة اللي زي دي الفرصة فيها قال لا تكرر لأنه خلاص هي لقطة واحدة بعدكد أكيد المنافس بتاعك ياخد باله ويعرف يقفل ويعرف عيوبه فيه وكيد عنده جهاز فن موجود مباراة هي مباراة الفرص القليلة اللي هي استطيع أن يستفيد منها ويقعد الأخطاء هو من سيجلس على عرش قرر الصباح البعض ممكن يكون بيفكر أو بيتكلم في أن النادي الأهلي يلعب المباراة دي باثنين مهاجمين يا أستاذ محمود هل ده مطروح أو هل ده فكرة جيدة خصوصا في مباراة نهائية زي دي وبتقابل فريق قوي جدا زي فريق التراجي وخصوصا في ذلك أنت عندك وفرة في المهاجمين سواء وليد أزارو أو صلاح محسن أو روان محسن والثلاثة متقلقين في فترة أخيرة مع هذا الاتجاه بس أصلك على حاجة ما اللي بيقولوا الكلام ده يعني عاوز أقول لهم الكلام ده يقولوا المدير الفني يعني مش عاوزين ندخل كمان نحط نفسينا فإذا مدير الفني هو الأخضر على قراءة أو رؤية وشايف لعبته كويس جدا وشايف المنافس إزاي ما نمكن ناعد أتفرج ولك هكذا في الهن ما كان في الهن ومتعه بعدين لكن أنت قد يبدو لك أنه لعب برأس حربة واحد لا ده أنت لعب برأس حربة واحد ممكن يكون بساعدك في حاجات تانية طبعا أنت ممكن يكون عندك لعب الفريق بيقوم ثلاث مهام بيعرف دافع ويقطع ويباصي وفي واحد وعنده مهمة واحدة مهمته أنه هو رسحر بيهاجب الجوال لكن بيعرفش يرجع وراء لكن إذا فعندك مهاجم عنده قدر على أنه يزيد معه يرجع معك فرصة الملعب فيمثل حوائق صد ده لازم تفضله يعني أنا أعود لك هو يعرف الإمكانيات ويعرف مين الهنف استعلمات ومين العرف تركيز فدي الجزئيات دي إحنا عاوزين نطلع منها منعيشنا مثلا المدرين فنين إحنا ممكن نبدي الرأي الفني في الحالة هو قد يكون له وجهة نظر أخرى قد يصيب فيها ويخطئ ماشي قد يكون اللعب اللي اختاره عدم وفق في هذا اليوم أو قد يكون النزل اللعب تاني فخلص المباراة ده كان يمتى فيه هو نزل يجيب هدف فالمسألة مش عاوزين تعدد الأراء بقدر ما عاوزين مزيد من التركيز وانسيب الراجل اللي هو قاد المشوار ده كله وصل للمحطة المهمة المحطة الفاصلة وكان الفريق متأخرا في مدراته بنقطة واحدة فأصبح يلعب في المبرانة هيا وده في حد ذاته شيء كويس جدا ولكن البطل لا يقبل دائما سوى بالبلوس على عرش عرشه يعني المميز أو عرشه يعني اللي هو بيحبه فالآهلي من الفرق اللي تستطيع إن شاء الله يعني أو عاوز أقولها أنه يعرف كيف يخرج من المبارات الكبرى بتحقيق النتيجة اللي هو عايزه رغم الظروف الصعبة ورغم كسرة الصباح رغم لاعبين في أغاية الأهمية معلول واجيه دولة من العناصر كافلين بترجيح الكفر في حاجات كتير جدا لكن يرجع للتاريخ وقراكوهز جدا كثير من المبارات حسابها الأهلي بلاعبين قد يظن البعض أنه لا دورة لهم في الملعب ولكن بيظهروا وبيعديهم بصدادة مطلوبة وأعتقد إن شاء الله هم معرفين أهمية الحدث وهمية المبارات بالنسبة لهم إن شاء الله أهمية تقنية الفرق بكرة في الزل الأخطاء الكتير اللي منشوفها دائما بتحكم الأفريقي ومبارات الأخيرة وبتحديد مبارات الترجل الأخيرة في البطول لو فريق أو الأغسطس نقول لي بصراحة كان ليه هدف صحيح مليون في المئة من خطأ من حارس مارمى راميس جريدي الأقرب على فكر راميس جريدي إن هو شارك في المبارات يعني هيجدده فيه السقة وبالنسبة كبيرة هو اللي حيلعب في المبارات رغم وجود حارس موهوب وهو المعزل من شريفية وهو أيضا كمان بالمناسبة مش موفق إطلاقا في مبارات الأهلي وكل المبارات مع النادي الأهلي كان بيدخل فيه أهداف لكن كل دي حاجات أمور مالهاش دعب أسألك سؤال من ساحب القرار في تطبيق الفار تحت الأفريق لا في الملعب الحكم طب ورد حكم مطبقاش القرار يعني بتبقى مشكلة تانية يعني المساعدين اللي برا قالوا الحكم نال كرة هدف احنا عرفنا من فين زي ما حصل عندنا لا هسألك سؤال هنعرف من فين مش هنعرف يعني هده هيبقى فيه عوض من كل جهاز فان يعد موجود في اللي بتاعش يعرف القرار ما تعرفش خلاص ما هو في مصر السعودية كان فيه ضربة جزاء ضربة الجزاء مش صحيح والحكم مش هافه واللي جوه يقوله مش ضربة جزاء هو رجع حسب ضربة جزاء أنا شايف تقنية الفيديو أفقدت اللعبة كرة القدم كسير من الإصار ومتع رغم أن نعلينا أن نعترف أن الأخطاء في كرة القدم هي أساس متعتها وإصارتها وتشويقها رغم البعض بيطالب بإيه المسألة بدراني أن هم جبنا خمس حكام تلاتة واثنين من بره طب ده الراجل في الخمس حكام شاف اللعبة بعينيه وبين وبين ضربة الجزاء بتاعة أزارو مفيش خمس مفيش نص متر نزات ماشي أهل انتاج الحرب يكون قد أزارو كرة شهيرة جدا وجاب أنت اللقطة وهو عمل نفسه ما شفهاش حاجة غريبة جدا حصل له حالة يعني إيه تجمت كده فجأة يعني وشيخد القرار طب بعد كده أنت تدي الثقة للعيب وللاجهزة الفنية والحجم للإنفاق الكبير جدا وتقول لي أصلا أنا بطور التحكيم وبطور التحكيم علي أساس طب يعني 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 بالعكس ده أنا خايف من نظرية يعني تطبيق الفهم أنا خايف لا أنا خايف لا أعرفش هل تاقم التحكيم سأليني سريعا قبل ما نكلم أو إحنا نكلم عن التحكيم طبعا الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد هو اللي حيدير بشكل رسمي خلاص مبارات الزهاب ما بين الأهلي والتراجي إن شاء الله فستد برج العرب بكل حق الحكم على فكرة يعني حكم مميز حكم مميز واختيار أتمنى كمان يعني أنا كنت أتمنى مهدي مميز يحكم مميز التاني التاني هو التاني كده شكلها أقرب لبكاري جسيمة ربنا يعني تبقى غريبة ومسلم ليه تاني مرة وثالث مرة تبقى مشكلة تبقى مشكلة يعني تكرار لهذا الحكم اللي بيدار حواليه عديد من التساؤلات بأمانة شديدة جدا يعني تعاوز أعرف يعني إذا كان يعني هو هنا هدف يبحكم عربي في برة يبحكم يعني غير عربي أو حكم أفريقي لا طبعا لا أنا عاوز أقول لك على حاجة تطبيق الفار رغم كل ما فيه لا أنا شايفه أفقد الكرة كثير من إصاريتها ومدعيتها هو يفقدها وانا يعني شايف أنه هذا الفار ليس عادلا على الإطلاق ونرجع لكاس العالم ونشوف كثيرا من القرارات في الفار لم تكن عادلة وكثيرا من الحكام لم يحتسوا لم يسمعوا ولم يستمعوا للمساعدين اللي جوه لأنه اللي جوه بعد من؟ أعتقد اتنين حما اتنين مساعدين وحكم هم ثلاثة خلينا أقول لك هما بيقوا ثلاثة والثلاثة عندهم الكدرة الكاملة من هم ثلاثة خليبارك حما الرأية وحكم ساحة لا المعلومة التي عندي أن هما الثلاثة حكام يعرفوا أن هما يديروا المباريات من أرض الملعب يعني هما مش حكام الرأية دي معلومة دي معلومة عندك لأنا عندي معلومة طبعا هما بتمرنوا هنا مجدد في المعسكر أصلا محدش يعرف عن الحكام الاثنين اللي هيديروا هنا يعني كان محدد من ذلك لا لا الحكام الاثنين هيديروا في برج العرب وهيديروا في تونس موجودين الخاصين بالفار بالفار موجودين هنا وطأ الأطقم بتاعتهم بيدربوا ويحفزوا عشان كده أنا بقول لك لو ما نيجي نرجع للفار واللي حصل فيه ورزار أنا شايفه وكرر كلامه بعيده مرة تانية لم يضف جديد بل تسعت الهوة وبدأ يبع فيه عدم ثقة ليه من صاحب القرار في النهاية حكم الأساسي هو صاحب حكم الساحة هو الأساسي ماذا أضفت ماذا قدمت كيف تقنع حكم من بالداخل رأوها ضربة جزاء وهو لم يرها ضربة جزاء طب ما ممكن الحكم يقتنع أستاذ محمود وبتقلل نسبات الأخطاء يعني يعني أتمنى ذلك أتمنى ذلك أتمنى ذلك خلي بالك هيبقى فيه دور كبير جدا على الجمهور طبعا سواء هنا وسواء هناك كمان خذ منك دي كمان الناس الموجودة في أرض الملعب وأخوة يعني حدوا أقول الأخوة في توليس متميزين وشطر جدا في الحاجات دي بيعرفوا إزاي يضغطوا فحاوز أقول حسم المباراة وعلى فريق النادي الأهل وجهاز الفن يعرف أنه الكأس هنا في برج العرب الكأس هنا في برج العرب يتم حسمها الناس عندها ثقة رغم الظروف بس كان في أمثلة كتير إننا ما بنحسنش البطولة هنا ونحسنها بره ما أنا بأكلمك بداية من مباراة كتوف أنا مش حابب لأنه أنا حاسس إنه بره المرات يبقى فيها لازم تبص بأعينك كده وتشوف ردود فاعل ونحسنها فاتت زي السنة فاتت قدام الوداد قدام الوداد إزاي تعملت إنت لو كنت رايح مثلا الوداد السنة اللي فاتت وحاسم المطش هنا على العرف اللي كنت رايح واحد سفر كان الأمور هايبقى فيها كلام كان الأمور هايبقى فيها كلام عرفك عرف لو رايح إن شاء الله بإذن الله لكن إنت تطبيق الفار في أول تجربة طب ما تطبعتش الفار ليه في السيمفاينال يا عم يا بتاع الكاف يعني ليه ما خدتش تجربة وطبقته في السيمفاينال عشان الحكام يشوفه ويتعلمه كان يبقى عندك فرصة شمعنى أنت جاء تطبق المرة غريبة 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 ومش بفهومة مش بقول كده الفريق اللي هي هيكتهد الفريق اللي إن شاء الله يعني عنده تركيز في الملعب الفريق اللي عارف هو عايزه من المباراة أعتقد إن شاء الله بزينا تعالى التوفير إن شاء الله يا رب بإذن الله يكون حالي فينا كل أهل ولعبته ويحسنه إن شاء الله البطولة هنا يا رب إن شاء الله دي لقطات حصرية دلوقتي حالا من مران الأهلي الأخير في استاد برج العرب كان فيه قبله طبعا مؤتمر صحفي خاص بمستر باتريس كاشترون وحسن معشور كابتن فريق النادي الأهلي دي لقطات حصرية لنا طبعا كالعادة ولقطات من مران الأهلي الأخير قبل المباراة أنها أي غدا ما بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي بطول الدوري أبطال لأفريكيا جهاز الفني متواجدين اللعبين أعتقد المران خلاص حيبتديه يعني في هذه اللحظات اللعبين بيتجمعوا في أرضية الملعب اللي بيربس الحزاء بتاعه كل الأمور الخاصة بي عشان يكون مستعد للمران الأخير طبعا يعني اللعبين أكيد واضح على وجههم بشكل كبير يا أستاذ محمود جهاز الفني في صراحة كمان التركيز الكبير وهم مدركين بشكل كبير جدا أهمية البطولة دي بنسبة لنادي الأهلي آه طبعا وبالنسبة لهم طبعا وبالنسبة لكمان للكرة المصرية والمنتخب يعني عند كنت ترجح الأهلي يعني رغم ما مثلا التمثيل المتخب في عدد من المحترفين لكن يعني يظل الأهلي هو رافض 70% من تشكيل المتخبات الوطنية يعني بأمانة جديدة من خلال عناصر أكيد من خلال عناصر فعاوز أقول أنه مباراة راية الفتحة طبعا قبل مباراة صعبة مباراة صعبة عليهم أكيد ومحتاج إن شاء الله يعني المزيد من التركيز ومزيد من الهدوء والمباراة الإزادي بتبقى تلعب فيها الخبرة دور كويس أنك تنتقل من المرحلة من المرحلة لكن هذا يتقابل نفسك ما يكيش في الجول وإزاي تحرز هدف وتحفظ عليه ومحتاج تجيب هدف عشان تدعى بموقفك بالضبط فده بيبقى المباراة رتمها بيعلى وبيوطة خاصة إن المنافس تكررت مواجهتك معاه والتوفيق كان حليف كبير جدا وكنت صاحب اليدو العليا فيه فهيلعب باستماتة وقتال شارس جدا هنا هو الترجي جاي هنا عشان عاوز يخلص من هنا عايزي رايح نفسه عايزي رايح نفسه عايزي رايح نفسه أبن مروح هناك مش عاوز تحق أنا كعارف أنه هيبقى فيه ضغط جمهور عليك جمهور هناك على فكرة بيضغط عليهم بشكل كبير جدا يعني الجمهور لما يقدي فريق الترجي بشكل واحد جدا بيبقى فيه زي زوم على اللاعبين فهذا بيقلل من قدراتهم بشكل كبير جدا يعني غالبالك المرادية يبقى فيه استدراس الجمهور مرادية تبقى مواجهة مش سهلة على الإطلاق عشان كده أنا بقول لك رغم أننا عندنا نتعز كثيرا مما حدث مع الوداد الموسم الماضي بالضبط المباراة حرمان فريق الترجي رقم واحد من إحراز أي هدف في شباك الشناب إن شاء الله بإذن الله السعي جدية في أرض الملعب لإحراز أكثر من هدف لقطع الطريق على ووضع فريق الترجي تحت ضغط سيكون هناك فيه ضغط شارس وباشر على لعبة الإدالي طوال أرض مع الرغم أن الترجي ليس بالفريق المرعب ولا المخيف ويستويسه لاستياده من نقاط كثيرة في أرض الملعب ولعبة تعرفها كويس لكن هيبقى فيه عنف وفيه عنف للضغط والتخفيف والإرهاب كله ده هيبقى واضح لكنها مباراة 180 دقيقة تحسم لقب يمثل الكثير بالنسبة للجماهين الأهلي مباراة النهاية تختلف عن أي مباراة نهاية يبقى واضح مختلف خالص وحسابات تانية وطمحات تانية ولعبة نفسية زي ما الطموح موجود عند الترجي نفس ياخد بطولة لمرة التالتة طموح عندنا نفس ياخد بطولة مرة التسعة إن شاء الله فده هيبقى هو ده هيبقى في إطار أرض الملعب علينا أن نحترم الترجي كويس جدا لأنه فرقة كبيرة وشوف راحت ورجعت وولك خلاص هتطلع بعد كده رجعت تاني فالعاوز أقول ليه لا الوضع المراد يا أخواننا مش زي 2012 مزي ماتش الدور الأول لا لا ده الموضع مختلف ده نهاية أفريقيا فإبقى كل الأمور متاحة وكله هيقات اللي يعني لهذا الشرف طيب عدم فوز الترجي لمباريات كبيرة أو كثيرة على النادي الأهلي ده ممكن يكون دافع دافع بالنسبة لهم في تحقيق اللقب يعني باخدين الموضوع ده بالنسبة لهم نقطة انطلاق للتفاق على النادي الأهلي وإن شاء الله ما حصلش طبعا ما هو عاوز يكسر حرة التوفيق اللي أنت من أزماك طبعا دي نقطة أخشى هنا تكون نقطة يعني إفراط في الثقة بالنسبة لنا نحنا ما عملناه هنا نعمل لها بقول لا بحظر من الكلامنا وفي نفس الوقت هم عاوزين يقولوا الجماهيرهم إننا نحنا نقطة من أول الفصل مش هنسمح باللي حصل في الخمس ست سنين اللي فات مش هنكرر الظروف تاني خلاص فهنا بقى أنا بقولك صراع صراع على هدف واحد بين فريقين كبيرين مع كامل احترام للتراجي هناك فرق شاسح بين الأهل الكبير المتمرس في أفريقيا المتطود على العرش الأفريقي لسنوات وبين التراجي هو الفريق اللي هو لا يقبل للإستسلام بسهولة فعاوز كده بقولك إنه هتبقى صراع قوي جدا ما بين الاتنين ومحاولة إنه التراجي يسترد الثقة في نفسه في جماهيره وإطفاء يعني شمعة الآله التي حرقته كثيرا على مدار خمس ست سنوات والأهل يريد أن يتوهج ويتوهج بإذن الله في برج العرب وفي رادس بإذن الله هذا الأمر يتطلب شغل كبير جدا من المدير الفن وأعتقد خلاص كل شيء جاهز للمباراة أتمنى أنها تخرج مباراة في طار روح الراضية أتمنى الفريقين يقدموا نهاي أفريق يليغ يكون إن شاء الله التوفيق حليفا لبطل أفريق النادي الأهل إن شاء الله اتكلمنا على خط الدفاع وقلنا أن هناك كلام كتير سواء في الفلئتين هنا أو هنا أنا وصل في شكل كبير بصراحة في سليف كلبالي وسعد سامير لكن في مركز أخر وهو غاية في الأهمية ومركز حراسة المرمى في النادي الأهل يمكن المباراة الأخيرة بتحديد مباراة الوصل الشناوة صاب في الشيط الأول نزل ما كانوا الشريف إكرامي يعني كان فيه عدم توفيق ليه في كورة الهدف الأول على ما أتذكر في المقابل فريق ترجي التونسي يعني أيضا من هذا المركز رامي الجريدي الحارس للعب البطولة تقريبا كلها المباراة اللي فتت ما كانش موفى خالص أمام أول أغسطس ودخل فيه أهداف أنا بعتبرهم تالت أهداف مش هدفين لأن فيه هدف تالت ما احتسبش كان بسبب رامي الجريدي وضرب الجزاء لا تحتسب وضرب الجزاء وكان فيه أولات على حضور ده اللي أحب نقول عليها أستاذ أمين بالضبط ده اللي أنا بقولك عليها أنت لازم تتوقع وإحنا مش عاوزين نقول كلام هنخرج كلام يعني هيزعى الناس كتير لو قلناها صراحة يعني مسالة التحكيم واختيار طاقم التحكيم وليس يحصل لكن أنا عايز أقول أنك إتعاليك أنك تضع وتذكر إنرامو 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 كده فيديو حفظهولم ده رؤية العين والحاكم اللي هو تشطر مدى الحياة لكن الشب بعد إيه لم تي بعد إيه يعني بعد ما خسرتني ده بعدين كذا سنة بعد إيه كان لقدر مباراة ده في 2010 لا الماتش كان في 2010 أتعام إمتى السنة اللي فات السنة اللي فات السنة اللي فات 2017 تم شطبه بعد مباراة السنغال بعد كم سنة اللي فات مش بعد فضيحة السنغال وجنوب أفريقيا أيه وقف كسر علم انت أصبت كسر علم ده ده كلام هو حد عقب لما حصل كده مع النادي العلي محصلش فأنت عليك إنك إنت تضع يعني إيه دي تخلي اللعيبة ولعيبة عارفين الكلام نه وعارفين إنه بد أن حصم الأمر هنا حراسة الماربة أنا لومت على كارتلون إنه أشرك الشناوي في مباراة الوصف وأشرك أكثر من ناعم وكان فرصة ثقة كبيرة جدا في الشناوي إكرامي بصراحة الاتنين حراس من قبار من عميز حراس في مصر وفأفريقيا ربما يكون ليه وجهة نظر إنه عاوز يحافظ على الشناوي بعد يعني كذا خطأ ارتكف مباراة فاقص طيف فمش عاوز يعده عشان ما يدرش رسالة سلبية بالزبط لكن في نفس الوقت انت عدت مباراة مهمة ووارد جدا إنه ممكن أي لعبة يعني تخبط عندك في الملعفة خلاص تخساره مباراة مهمة دين يتقبلش يعني قرارين لهو قرار واحد وشريف إكرامي يستحق برضه إن يبقى فيه مسندة لي أستاذ حضرتك قبل ما نكمل كلامنا على حراس المرمى في الفريقين نروح سريعا على الهواء مباشرة مع زميلي العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي واللي متواجد دلوقتي في أرضية ملعب أستاذ برج العرب والمران الأخير بالنسبة لنادي الأهلي عشان نطمن منه على كل حاجة يا كيمو مساء الفل عليك وطمننا على كل الأجواء اللي موجودة عندك في برج العرب وكل الأخبار الخاصة بفريق النادي الأهلي جمهور النادي كله عايز يسمعك دلوقتي نعرف منك الأخبار كلها تفضل لكريم العادة التوفيق لفريق النادي الأهلي جهازنا الفني إن شاء الله جمهورنا يكون السند الحقيق إن شاء الله كالعادة ورى فريق النادي الأهلي عندنا طبعا يمكن أمال كبيرة جدا على جمهور النادي الأهلي يكون بكسافة يكون 60 ألف طبعا كما تبعا نذكر العميد محمد مرجان المدير التنفيذي على طرح 60 ألف تذكرة إن شاء الله نشوف 60 ألف مشجع من نار إن شاء الله في المدرجات تهافت كان كبير جدا زميل أمير كالعادة على تساكرة هذه المباراة نظرا لأهمية المباراة تسعى بإذن الله البطولة الأفريقية تكون من نصيب النادي الأهلي كالعادة أمير طبعا بنطمن كل المشاهدين كل الجمهور عن آخر الأجواء والكواليس نهاردة طبعا يمكن كالعادة فريق النادي الأهلي معسكر هنا في الأسكندرية لكن أبدأ معاك النهاردة اليوم من البداية خالص كان الاجتماع الفني الخاص بالمباراة اجتماع فني حضره كابتن محمد يوسف المدير الكرة طبعا والمدرب العام لفريق النادي الأهلي أيضا كمان كابتن ماهر عبد العزيز أيضا كمان طاقم التحكيم كل الأمور يمكن في الاجتماع الفني المعتاد الخاصة بالروتينية بالنسبة للنظام الجمهور الحضور طبعا يكونوا متواجدين هنا قبل المباراة بساعة ونصف أيضا كمان التحذير الشديد جدا على عدم الاعتراض على حكم المباراة نادي التراجع يكون مرتدي الزي الأزرق والنادي الأهلي سيكون الزي التقليدي الأحمر الأمور كلها يمكن صارت بشكل طبيعي جدا لالاجتماع الفني تشديدات طبعا على عدم الاعتراض على التحكيم دي يمكن كانت قوية جدا من المراقب اللي كان متواجد في المباراة لكن كعادة النادي الأهلي بإذن الله تكون المباراة موفقة يكون مستر باتريس كارتيرون كمان بنتمنى له كل التوفيق في اختيار التشكيل الأنسب بإذن الله لهذه المباراة مباراة أمير بنأكد أكتر من مرة 180 دقيقة وليس 90 دقيقة إن شاء الله نتيجة هذه المباراة الأولى تكون منعكسة بشكل كبير جدا تريحنا بإذن الله في مباراة 9 نوفمبر الهكوم في رادس في وسط جماهير كبيرة جدا 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 زي طبعا المباراة الأولى وأيضا كمان يا أمير يمكن المجود الكبير اللي بوزل من الجهاز الفني واللعبين من نقطة وحيدة إن احنا نصل لهذه المرحلة ونصل أيضا كمان للمباراة نهائية لسه ما حقناش حاجة لكن يحسب للجهاز الفني ولعب النادي الأهلي على الإصرار الكبير جدا اللي شفناه خلال المباراة الماضية أيضا كمان المؤتمر الصحفي يمكن كان فيه الساعة الخمسة والنصف انتهى منذ لحظات وبدأ مباشرة تدريب النادي الأهلي اللي انطلق فيه الساعة السادسة يمكن زي ما بنقول النهاردة بدأت تدريب النادي الأهلي بقراءة الفتحة المعتاد طبعا مع الجهاز الفني ولعب النادي الأهلي قبل كل مباراة أو التدريب اللي بيكون قبل المباراة بيكون فيها قراءة الفتحة وان شاء الله بإذن الله كمان يمكن احنا بيتمنى كل التوفيق غدا لفريق النادي الأهلي يكون مهيئ يكون موفق يكون في حالة تركيز شديدة جدا وده اللي احنا شايفينه أمير من خلال معسكر فريق النادي الأهلي ويمكن كمان في هذه اللحظات التدريب النادي الأهلي انطلق زي ما بقولك زميل أمير كالعادة طبعا إحماء وبعد طبعا الكرات اللي يكون مربعات لكن مسموح لنا كالعادة يمكن عشر دقائية أو اتناشر دقائية يكونوا متواجدين معنا لكل وسائل الإعلام المشاركة هنا أو المتواجدة لتخطيط المران الأخير والرئيسي على فريق النادي الأهلي على استاد برج العرب اللي يستقبل إن شاء الله مباراة النادي الأهلي غدا الجمعة في الساعة التسعة زي ما شايف طبعا زميل أمير للتدريب في حالة التركيز مستر باترس كارتيرون كان قافل بشكل كبير جدا على تدريب الأمس وأول أمس أيضا كمان لأن كان فارد تكتيج بشكل كبير تبعناها نشوف الكرات العرضية نشوف الفولات هيبقى فيه شكل متغير بشكل كبير النادي الترجي التونسي بيمتاز فيه الكرات العرضية لكن فيه تجهيز كبير جدا لفريق النادي الأهلي والجهاز الفني لفريق النادي الأهلي على كل نقاط القوة والضعف لي النادي الأهلي والعيبي النادي الأهلي أو أيضا كمان فريق الترجي التونسي زي ما بقولك يمكن إن شاء الله بإذن الله تكون الأمور مهيئة لكن عايز أقول حاجة يمكن شايفين أن كابتن هشام محمد لم يشارك فيه التدريب يمكن من الواضح أن كابتن هشام حتى هذه اللحظة لم يتم شفاهه وكابتن هشام كان عنده طبعا العضلة الخلفية كانت مأثرة عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية من الواضح كده أن هشام محمد لم يشارك ولن يشارك في هذه المباراة نظر اللي احنا شايفينه لن يدخل إلى التدريب الجماعي زي ما أنت كمان متابع زميل أمير وكل جمهور النادي الأهلي متابع زي ما قلنا طبعا تدريب النادي الأهلي انطلق المربعات المعتادة من مستر مايكل ليند من مخطط الأحمال أكيد كمان يكون النهاردة في غلق كبير للتدريب بعد الخمستاشر دي المسموح ليهم من الاتحاد الأفريقي المعتاد زي ما بنقول يا أمير إن شاء الله كل التمنيات لفريق النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله تكون المباراة الأولى من نصيب النادي الأهلي وأيضا كمان تريحنا بشكل كبير جدا في مباراة العودة لهاكون مباراة شرسة في حضور جماهيري كبير جدا ولو فيها استفسار يا أمير أنا معاك طيب كريم طبعا أنت قلت لنا كل الأجواء الخاصة بالفريق وكل حاجة بس أنا عايز أسألك بالتحديد على ثلاث عناصر من لعب النادي الأهلي عايز يبقى فيه اطمئنان بس أكتر من خلالك على أحمد فتحي الأمور بالنسبة له مشية زاي إسلام محارب الأمور بالنسبة له كويسة ولا لا أنا شايف أحمد فتحي يشارك في التدريب هو في شكل طبيعي عايزين يعني زيادة من اطمئنان بالنسبة للجمهور النادي الأهلي من خلالك يا كريم يبقى أحمد فتحي إسلام محارب وليد أزارو أخبارهم إيه والأمور ماشية بالنسبة له كويسة قبل مباراة بكرة لا لا بأكد لك زميل أمير السلاسي جاهز بنسبة كبيرة جدا وده اللي أكد عليه مستر باتريس كارترون تسأل فيه المؤتمر على جازية تكافة اللعبين الكل جاهز الكل إن شاء الله يكون فيه أهبة الاستعداد لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة الهامة والمرتقبة لكن في هذه اللحظات برجع لك زميل أمير وكل جمهور النادي الأهلي وكل أستاذ المشاهدين تمام يا رب إن شاء الله كله يكون جاهز وماشي بشكله كويس بالنسبة للنادي الأهلي كريم أحمد زميلنا طبعا مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القائمة قبل مباراة مهمة جدا وخلال المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي في أستاذ برج العرب عندك أي تعليق على الأخبار الأهلي كريم أستاذ محمود لا تبدأ شي كويس أنه يتمنا على حالة المصابين وأنه في حالة تركيز يعني واضحة يعني من خلال الآطات اللي احنا شفناها وده عادت يعني الأهلي في المبرازة دي بيقفل على نفسه وده أمر طبيعي جدا أنه عندنا اللاعب إحنا كإنسان المصر بطبيعة لو بتحط تحت داقته بتوفره الأجواء المناسب يستطيع أنه يخرج لعنده بفلقة الأهلي في الأهلي كبيرة تعودت على مثل هذه الظروف أصحا يعني فيه يتمر بمرحلة مخاط صعبة جدا بحث عن النجوم بحث عن تجديد الدماء كلاما لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى يكونوا حاضرين بقول بإذن الله تعالى في المبرازة مهم جدا روح نشوف مستر بيترس كارتيرون أهل إيه في المؤتمر الصحفي خلينا روح نشوف هو السؤال بقولنا إن في المبرازة الأخيرة كان الأداء الفريق ما كانش مرضه بشكل كبير وإنت عملت إيه عشان تعفت عليك ده فقضى عليه قال له في المبرازة الأخيرة كفي لعيبة دولين راحت لعبة مفرقة ورجعت ورجعت يعني بمش معيار نقيس مستوى الفريق في المتشط الأخيرة التي المباراة النهائية لها حسابات مختلفة وأنا بعد نشتغل على لعيبة عشان أفايقين وأعتقد أنهم أفايقين بدانياً وفنياً خصوصاً إن أي فرقة في العالم في فترة بينزل مستوى وسعاد بتاعلى فقدم قدشت أحكم الفرقة مستوى عطولنا هذا عشان كان ملش الأخينين كان الأداء مش كويس أفتعد أن تتحدث عن المتشط الأخير في المستوى في مرادة في مرادة في مرادة في مرادة أعلم أن هناك هناك بعض المشطة في تونيزيان فتبول ومعا من الأوليغان ما أردت في مرادة كان مرادة ولكن أكتب أن المستوى المستوى المغرس في مرادة في تونيزيا سنجعل كل لفترة لإبطاء هذه الفترة يجب مع المستوى وليس مع الناس في مرادة لا يتهم عن المتشطة أخرى السؤال هناك مشاكل في تراجي أو الأغسطس ومش الآن تكرر مع لعبتك يعني في المتش العودة قال ده طبعية دي أجواء كوية القدم التي تحصل في تونس لكن كل ما يتمنان وزارة الدفاع التونسية تكون موجودة وتدافع وتخلي الجو كويس وتخلي جماهير موجودة في الملعب جماهير كوية قدم حقيقية مش جماهير الناس عاديين جايين عشي يعملوا مشاكل في مباردنا Okay, I will go this side Sorry, I just came back that side Do you mind? You know, plus on s'approche plus on s'approche des moments importants plus on est attentif à tous les petits détails parce qu'on sait bien que les finales se jouent souvent sur des détails J'ai tendance à être toujours très inquiet loin des matchs et à être de plus en plus rassuré à l'approche des matchs parce que je fais en sorte d'anticiper le maximum de choses pour que à l'approche des matchs les joueurs soient dans la sérénité la confiance Après, on a bien sûr préparé cette finale comme un match particulier On feront en sorte de faire un match particulier avec beaucoup de qualités I think we're not going to get in touch but the match is not normal We're doing the example of this match The match is such a special match and we hope we'll get affected and we'll get it together The last point is that we're Bien évidemment, very, very happy إنني أستطيع المعر爱ًا لتعبير في الوقت ثم يتبخل في درجة الجزيرة وأgamنا أستطيع شعب تقدم الضغط وأشعر بالدرسية لتعبير في درجة الجزيرة وأنا شكرا جدا لكي نجرب كثير من poكبب ستكبر جمهيل الجزيرة في هذا المنزل ويحضر معنا هذا الطبب، ستكبر جمهيل الجزيرة بمثل المنزلة على أرضي وسط جمهيل وجميع هكوم موجودة وحدة فلستاد مرحبا في المترجم طيب تصريحات أكيمة جدا من مستر باتريس كارتيرون المدير الفاني الفرنسي للنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي الأخير وحديثه الأخير مع الأعلام قبل مبارات الغد إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة مساء نبيل أهلي وتراجي التونسي في زهاب بطول الدوري أطال أفريقيا أستاذ محمود بعض النقاط اللي عايزين نتكلم فيها سريعا وهنا كنا نتكلم عن حراسة المرمس في الأهلي أو في التراجي تعليقك عليه طبعا أنا كنت تتكلمنا في البداية عن موضوع الشراك الشناوف ومباراته من الواصل المراتي وانا من الحاجات كانت مفاجئة بالنسبالي إنه غامر المدير الفاني كارتيرون بالقراءة كنت أتمنى أن نهد فرصة لشيفو كرامي أستحق إنه يأخذ فرصة وكان ممكن المرات يتكلفنا لصابة الشناوي لكن تم صدرك الأمر وخروجه وتمنى إن شاء الله بكرة كده يكون قمة تركيزه في المباراة الفريقين على المستوى أنا شايف المقارن يعني الشناوي محتاج مزيد من التركيز في اللي حدث في مباراة الفاق السطيف يبقى فيه ضغط جمهيلي كبير جدا وممكن يكون الكرة داخلتهم حتى محدش عادها ومعزنهاش ومشوفنهاش لكن على طول مش هستدوك فرصة على طول الحمد فيه جاهز فإذا يعني حرص المرمة مش عاوز أقول متكفى لكن الشناوي يعني أفضل حالا مزيد من التركيز رجل في الملعب آه رجل في الملعب موجود وده يبقى يعني نقطة مهمة جدا يعني للمباراة دي الترجي التونسي رامي جريدي اللاعب أيضا الحرس التاني معز بن شريفية الأمور أقرب رامي على فكرة زي نقدر نستغل الموضوع ده أن الراجل بيمر بفترة من عدم التوفيق النادي الأهلي يستغل الجزئي دي بزربي تحدي منك أنت تستغل منك أنت مدام أنت متابع تفرج على الفلع المنافسة بتعرف نقاط الدعف أبرز مركزين في أي فريق اللي هو يحرص المرمة فأنت تفرجت عليه والترجي دخل فيها تلات أهداف في ملعبه ده يؤكد أنك أنت السهول الوصول لمرمة ده أمر مش بالصعوبة لكن عاز أقول لك لازم تحط في اعتبارك فيه توفيق عدم توفيق ممكن يبقى لعيف في مباراة دي مباراة يومه فبيؤدي أفضل مالة دي ويمكن يتخلى عنه التوفيق فالفريق يدفع فالفريق يدفع فطورة عدم التوفيق يتعرض له في المباراة لزي دي لكن إزاي أنت تستطيع أنك تستفيد من الأخطاء وتقتنسها ودي تأخذها لمصلحتك ده بتبقى قدرات مدير فن مباراة ولعيبة هي عايزة أقوم المباراة وهذا فهي بروح قطة لعالك مباراة صعبة على الفرق تين لسألة الجمهور للعابين سريعا لا نسألة الجمهور جمهور عاوز أقول تسعين دية مش عاوز نقول حاجة بلاش نهلك نفسينا في التشجيع قبل بداية المباراة ولما تبدأ المباراة نوعا نتفرج نشاهد زي أي حد جاي تفرج على المباراة يبدأ التشجيع من نزل النقل من نزل إطلاق صفرة الحكم المباراة حتى الدقيقة 95 كما تعودنا هذا دفع المعناه بيمثل روح إجابي واللعيبة وحتى المدير فاني يقول لك هلعب قدام مشجعين وجمهور حقيقي أنا هحس بيه للعيبة المباراة والمطولة بين إيديكم وبين رجليكم أتمنى أن كنت يا رب إن شاء الله يعني تخلصوا يا رب إن شاء الله أستاذ محمود وصابري أنا بشكرك شكر نزيلنا وردنا وشرفتنا النار أنا أخليك أنا سعيني أن كنت معاك وأتمنى لك مزيد من التوفيق رب أنا أخليك يا رب كان معنا طبعا أستاذ محمود صابري مدير تحرير ورئيس الكسم الرياضي بالأهرام أكيد كان الحلقة مميزة ومهمة جدا وكان كلام كمان بتفصيل من خلال هذه الحلقة عن مباراة الغد إن شاء الله اللي أكيد في الختام بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الزهاب وإن شاء الله كمان مباراة الإرياب يقدر من خلال مباراة النادي الأهلي حقق الإنتصار وحقق هذا اللقب الغالي رقم 9 في تاريخ بطولات النادي الأهلي في بطولات دوري أبطال لأفريقيا كل التوفيق وكل دعوات كل المصريين للنادي الأهلي في هذه المباراة يا رب النصر للنادي الأهلي ستنون وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا إلى اللقاء